السلام عليكم اهلا بكم شرح خاصية التقييد في الانستجرام لو فتحنا حساب اي شخص مثلا انا هفتح الحساب ده وهضغط على التلات نقاط اللي في الاعلى وهيكون عندنا هنا خاصية تقييد او ريستريكت دي معناها ايه؟ معناها انك لو ضغطت عليها وفعلت الخاصية شوف هنا اللي هيحصل يمكنك تقييد التفاعلات غير المرغوب فيها دون الاضطرار الى حظر الشخص لو الشخص ده هيعلق عندك تعليقات باستمرار الشخص ده تعليقاته دايما موسيقى او انت عندك تحفظ على التعليقات بتاعته لو عملت له تقييد اي تعليق الشخص ده هيعلق على بسطة عندك هيظهر تحته كده ابروف يعني انت لازم تدي اذن ان التعليق ده كل الناس تشوفه بمعنى اخر التعليق ده محدش هيستطيع ان هو يشوفه عندك في التعليقات الا انت بس ولو انت حابب ان كل الناس عندك يشوفه او كل اللي علقه تعليقات سبقه يشوفه التعليق عادي يكون تعليق عادي من ضمن التعليقات لازم تحت التعليق كده في كلمة ابروف بتضغط عليها كده انت سمحت للشخص ده ان تعليقه وكل الناس تشوفه ده بالنسبة للتعليقات طيب ده هنا زي ما احنا شايفين يمكنك التحكم فيما اذا كان بامكان الاخرين رؤية تعليقاته على منشوراتك انت اللي بتتحكم فيها زي ما شرحنا تمام وهنا بيبين لك انك ممكن تعمله تقييد دون الحظر ودون الغاء المتابعة يعني احنا بنتحكم في الشخص ده بدون ما نعمله حظر او متابعة طيب ايه اللي بيحصل في الرسائل اللي بيحصل في الرسائل ان اي رسالة الشخص ده هيبعتها لك هتروح فورا لطلبات الرسائل يعني مش هتوصلك على رسائلك مباشرة هتروح لطلبات الرسائل وبامكانك انك تضغط وفق عليها وتقرأها او تتركها زي ما هي لو عملنا تقييد كل الخطوات دي سيتم تطبيقها زي ما احنا شايفين بدون التغيير على اي شيء بيظهر لك هنا فقط على الحساب لقد قمت بتقييد الحساب ده وتضغط هنا الغاء التقييد تم الغاء التقييد او تضغط هنا لو عملت له تقييد نضغط هنا مرة تانية ونضغط على الغاء التقييد ده شرح مبسط للخاصية وهي ممتازة للاشخاص اللي دايما نعت تعليقاتهم مسيئة او بيبعته لك رسائل اه مزعجة وانت مش عارف تتخداهم خاصية في غاية الروعة يارب يكون الشرح اعفادكم ترجمة نانسي قنقر